تحبي نتكلم على يعني الإثباتات من الكتاب أنه جنس مقدس دي بقى اللي محتاجين لأنه ده كان التقرير بقى بتاعنا النهاردة عن قلولنا ما يثبت من الكتاب المقدس عن الجنس مقدس حبي نراجع بسرعة شوية إثبتات لا محتاجين نقولها بقى لأنه تعدتت الآيات وفيه اللي بيثبت على نفس الآي يمكن أشهر آية هما فاكرينها إثمروا وكثرو وملاقوا الأرض يمكن دي مشهورة ولكن محتاجين نشوف إن الكتاب المقدس لا ده مليان ده فيه عمد وإنت قالت إمتى يريمان يعني يهمني قوي الآية دي نراجعها من تكوين واحد نقابل باركهم باركهم وقال لهم اسمروا وكسرهم لأ الأمر ده كده فدي أول حاجة إنه يخلق حول آدم أساسا حقيقة بدء خلقهما ذكر وأنسة وهذا التكوين والتكامل المبدع ما بينهم إنه خلق الأعضاء الجنسية بهذا التصميم والإنلاح ويقروا بقى في البيولوجي والفيسيولوجي ولما بنيجي نعلم ولادنا إنه أربع مرات مرة عهد قديم وثلاثة عهد جديد يقول يترك ويلتصق حقيقي والالتصاق هو المادة اللاصقة هو الجنس لما بنتجوز ويحصل فيه مشاكل في الجنس يعني تالي من ضمن القوانين حتى إنه بيحصل انفصال لو العملية الجنسية ما تمتش أو فيها مشكلات أو فيها غداع فده ده الجنسية لكيرت أربع مرات يترك ويلتصق والالتصاق بيسهل الترك والترك يسهل التصاق الفعلين دول ترك الأهل توصل وعلى فكرة في وصية للزوجة لأنه الزوجة تقول له ها قال يترك الرجل أبا وقال لك انسي شعبك وبيت أبيك وقات الارتباط العاطفي والنفسي الزيادة بيخليني أرتبط ليه بواحد لسه أنا متعودتش عليه ولسه بنتخانق ولسه بنتعرف على بعض ولسه مش ماتشنجي كده مع بعض ده بياخد مجهود وإيه ده يعني متخانقين ويبقى فيه علاقة حقيقة ده إيه ده فالترك بيخفف شوية التأثيرات بتاع الأشخاص اللي الهلاقة اللي فيها راحة فهرجع لها بسهولة حتى الكتاب يقول الإنسان بيحب الخمر العطيق الجديد يعني حقيقي بسه فإده فرصة الترك عشان يحتصل التصاق تعبيرات نشيد الأنشاد اللي بنقول نأجل قرأته وألفاظ بنتخد منها ده معنى أن الله لا يستحيل أنه يستخدم التعبيرات دي كدليل على حبه لنا حقيقي ده دليل على أنها مقدسة حقيقي ومش كسوف ما تكسفش كتاب المقدس إن نتكلم في تكوين عن مدعبة سحق لرفقة أوه حقيقي صح المدعبة خطب السازين المدعبة فأمثال خمسة افرح بأمرأة شبابك والستات تقولك طب وفين بقى الستة تفرح فين ده أنا لو فرحت يبقى بيقول أن أنا مش مقدبة ظلوم أنا كده لا في تسنية 24 فيه وصية إلهية إنه الرجل لما يتزوج في تسنية 24 ادوله سنة أجازة من الحرب من الجيش ليه ليسر قلب المرأة التي اتخذها يعني أنت ورب هتيجي تفتش وهتفتش وتشوف وهنت هتبقى مبسوط لما نفرح بعض جماعة لما نفرح بعض إنت تبقى فرحان موسيق يعني مش عارفة إيه اللي شقل بدماغنا إنه إحنا أنا وإنتي كأمهات بالجسد ببقى فرحانه لما إبني وبنتي بيأكلوا لأم حدوة يبقوا فرحانين لما بالك الله يبقى فرحان لما نفرح بعض مش حاجة من وراء ظهره لأ زي ما قلنا في كرونس الأولى سبعة لما يقول للستة وللراجل ليوفر راجل للمرأة حقها الواجب ولو هنعتذر لبعض نكون على موافقة وإلى حين قديس يحنى زهبي الفم وضح لنا دا يعني المعنى فهنا نقول إن الجنس كده مصدر للبهجة أهو ليسر قلب المرأة وإفرح بإمرأة شبابك وللالتصاق ولغة من لوات الحب مش بس للتكاثر والإنجاب يعني هلو قوي دكتور بجد يعني بجد حقيقي حاسة إنه التدرج اللي حضرتك مشيت بيه معنا كان المفروض نمشي بيه من الأول علشان نقدر نوصل نحن ناخد المعاني دي ممكن نكون قرينا ده في كتاب المقدس قبل كده ممكن نكون شوفنا الآيات دي قبل كده ممكن نكون تمرت علينا ولكن إحنا ما كناش هنحس بعمقها ومش هنحس بقدستها ومش هنصدقها من جونا إلا لما نمر بالتدرج ده حقيقي خلينا التدرج ده نبقى ماشيين بيه فعلا يعني يوميا وانا براجة لأنه مش بسهولة هنكون لو كنا قربنا نخلص ممكن أقول رسالة كاتبها شاب لزوجة المستقبل اه احنا عارفين إن في رسالة مهمة جدا عايزة تقوليها الرسالة دي كلمين عنها الأول دكتور يا الرسالة دي المكتوبة عبارة عن إيه الرسالة دي من شاب هو مقرر النقط اللي احنا قلنا عليها إنه يأجل رغم إنه عنده احتياج رغم إنه مش اللي هو مجاش في باله الجنس خالص يعني بس قرر إنه يأجل علشان شريكة حياته اللي جاي وزي ما قلنا كل يوم الصبح بيفكر نفسه بالقرار ده لأنه كل يوم في ضغوط وزي ما انتي قلتي كده الهروب نص الجدعانة لا هروب فعلا يعني